الآية الجميلة اللي في صورة النساء مسك الختام ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما حط في وردك يوميا مية أستغفر الله العظيم الصبح ومية أستغفر الله العظيم بالليل لأن ربنا سبحانه وتعالى وصاك لو غلط استغفر هتلاقي ربنا غفور يغفر كل ذنب في كل مرة سبحانه وتعالى وعايز أقولك على حاجة أخيرة الاستغفار مش بس عشان ربنا يغفر لك ذنبك دا الاستغفار دا هو الباب الأوسع لزيادة الرزق وتفريج الكربات من لازم الاستغفار كان له من كل ضيق مخرجة ومن كل هم فرجة ورزقه الله من حيث لا يحتسب بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه رب تكونوا بخير صباح الفل أو مساء الفل على أختي وحبيبتي وأمي اللي بتتبعني وحشتوني وحشتوني كمان وره وحشتوني شكرا جدا للكومنتات بتاعيكم الجميلة اللي بتنورني اللي بتديني طاقة إيجابية النهاردة عندنا روتين مختلف تماما عن أي روتين احنا عملناه قبل كده بس الروتين كده تحس اللي انا شغبت كل حاجة من دماغي ومشيت كده تلقائيا من غير ترتبات خالص في النهاردة في الروتين النهاردة اول حاجة انا صحيت من النوم رتب حاجات كتيرة جدا في دماغي وحب اللي انا اعملها بس صحيت من النوم على رسالة على الواتس اللي النهاردة في جلسة لمكة عند الدكتورة التخاطب احنا كنا لسه عندها مبارح بس هي اجلت بكرة للنهاردة فطبعا انا كنت في دماغي اعمل حاجات كتير وانتو عارفين يوم الخميس دوت يعني بحب اللي انا اخلص كل الحاجات اللي ورايا بحيث اللي اخد اجازة يوم الجمعة اي نعم ما بتبقاش اجازة اجازة بس بحيث اللي انا مرتاحة شوي فطبعا كانسلت كل حاجة شطبت كل حاجة من دماغي ودخلت على المطبخ وقلت لازم اعمل غدا بسرعة علشان خاطر انزل بسرعة واجي ونشوف روتيننا النهاردة عامل ازاي طبعا النهاردة واحد في الشهر ربنا يا رب يجعله شهر خير علينا امين يا رب العالمين واخيرا خلصنا من سنة مايو طبعا شهر مايو كان طويل جدا عملنا فيه انجازات كتير جدا وعملنا في كل حاجة وخلص على خير الحمد لله ربنا يجعل ايامنا كلها خير وبركة وحب ومحبة امين يا رب العالمين وطبعا كل سنة وكل موليد شهر ستة كل سنة وانتم طيبين كل سنة وانتم بألف خير يوسف ابني من موليد شهر ستة بس في الاخر خلص 29 كده فطبعا كلكم كل سنة وانتم طيبين ان شاء الله باذن الله شهر يكون خفيف وبسيط ونحق فيه كده جزء بسيط من احلامنا او حتى نحق احلامنا كلها اللهم امين يا رب العالمين تعالين ادخل بقى كده على المفيد ونشوف احنا هنعمل النهاردة حطيت حل على النار فيها شوية مية المية غلية نزلت باللحمة اللحمة طلعت ريم هبدأ انزل بالخضار اللي انا بحطه على اللحمة مش خضار كتير زي الفراخ يعني الفراخ بحط طماطم جذر حاجات زي كده لكن اللحمة بحب اللي انا احط عود ارفة فصل من الحبهان ورقتين من ورق اللورة بصلايا وبس كده مش بحب احط اي حاجة تاني عشان ما تغمق ليش لون الشربة ويبقى لون غامق مش لطيف خالص وطبعا زي ما انت شفتي في الاول انا عملت النفس كده كباية شاي بلبن وكنت عاملة فطير دي اخر حطة في الفطيرة بجد الفطير في البيت بيكون طعمه حلو قوي بس لما تعمليه بمزاج كل الاكلات او كل حاجة بتبقى في البيت طعمها حل بس لما تعمليها بمزاج كده وبالريق لكن دخل المطبخ متعصبة ومتدايقة وحاسة كده اليومك مش تمام مش هتطلعي الحاجة كويسة طبعا بالنسبة لحبيبة قلبي اللي قالت لي يا هيبة اللي ركبي كده غطى للبانة من فوق عشان يبقى شكلها حلو في حد تاني قال لي ممكن تجيبي الغطى ده بيتباع عند المحلات دلوقتي تقريبا سعره عشرة جنيه بصي هو الغطى دوت يعني المكان دوت انا اللي شايله يعني انا اللي فك المصمار من الغطى بتاعي اللبانة وانا اللي شايله ليه يا هيبة علشان اللبانة تدخل في التلاجة لاني لو هي موجودة بتبقى عاملة حيز كده واللبانة ما بتدخلش في القرفف بتاعت التلاجة مش بينفع حطها غلي ما شيل الغطى كله طيب الغطى لما شيله طبما ممكن حاجة طوع على اللبن ممكن اللبن يبقى فيه روايح كده مش حلوة فحسيت لا احنا نستغنى تماما عن اليد بتاعت الغطى ويبقى الغطى بتاعنا تمام كده وزي الفل بس كده طبعا انا النهاردة نزلت لكم فيديو المشتريات انا صحيت من النوم من بدر جدا زي ما قلت لكم انا مرتبة في دماغي حاجات كتير وقلت النهاردة انزل اشتري طلبات البيت ويبقى اليوم بتاعي جميل وزي الفل كده لكن تحس كده لليوم اتلغبط خالص بس الحمد لله على كل حال جيت من السوق صورت لكم الخضار حتى نزل لكم متأخر شوية لان انا نزلة بدري فطبعا غسلت بقى البامية وسبتها تنشف زي ما انتو شفتوا معايا من شوية جبت هنا حلتين على البتجاز حطيت حلة فيها شوية زيت وحلة تانية فيها بصلاية ومعلاقة سمنة قطعت البصلاية بسرعة وطبعا اللحمة معايا على النار عايشة حياتا طيب مكة بدأت تخاطب الحمد لله طبعا سمعت كلام ناس كتير قوي على المراكز اللي هنا في المقطم بس كان بالنسبة لي احسن مكان يعني هو بيت الحمد انا رحت بصراحة دي تالت جلسة نحضرها اللي هي النهاردة بسم الله من شاء الله الدكتورة حلوة جدا والله المستعان يعني بنحاول على قد ما نقدر نعمل التمرين اللي هي بتقول لنا عليها يعني هنا كان كارت الكهرباء خلص زي كل مرة يعني بس الحمد لله على كل حال طبعا في الموبايل لما الرصيد بيخلص بيبقاش حل شكرا لكن هنا بقى نولي شكرا رحت جرية بسرعة جبت الكارت بتاع الكهرباء وحطيته في العداد واستلفت اوه احنا اول الشهر فعبال ما بابانا يجي وبعد كده نبقى نشحن الكارت براحتنا نولي شكرا بالله عليك عايزة اكمل بقية الاكل عايزة اخلص الاكل بسرعة عايزة ادخل لبس بسرعة 2-3 عشان ننزل ونشوف يومنا بقيته عامل ازاي المهم نورت بقى النور خلاص الحمد لله ما بتحط الكارت في الكهرباء حتى لو مش مشهون هو بينولك بيديك يعني ايه بيسلفك او انا استلفت نوري يا جدعين بس كده البصلة بقت معايا هتتحمر خلاص وكمان الشعرية خلاص هنا بتتحمر البامية كنت امعتها طبعا انا غسلها قبل ما امعها وكنت سايبها على الفوتة تنشف حطيت قرنين من الفلفل ورحت حطى بقى الايه البامية كده عليه هنا الرز كنت غسلته والشعرية كمان كانت خلاص اتحمرت حطيت الرز على الشعرية وديته تقليبة بالشكل ده طبعا انا بقلب هنا علشان خطر بس الشعرية ما تبقاش في ارضية الحلة تاخد من تتلسع مني وهي في ارضية الحلة عشان كده هنقلب تاعها حتى لو هتسيبيها شوية ما تخافيش لونها مش هيتغير عن اللون اللي انت حطى في الرز قلبت البامية كده تقلبتين وجنت محضرة معايا كيستة ماطم انا ما كنتش مجهزة حاجة وما كنتش هعرف اللي انا هعمل بامية ولا ما كنت هعرف اللي انا هعمل لحمة ولا اي حاجة خالص انا لقيت كومنتات مبارح ايه ده يا هيبة يعني البت نكحت وعمل لها اكل شعبي انت لازم تفرحيها وتعمل لها اكل حلو البت مسكت الكومنت اكلناها ايه قعدة ايه مستنية الكومنتات بتاعكم ديت والله انتو بتتفقوا على العيال معايا يعني بتتفقوا على العيال عليا ينفع كده يرديكم كده فهي بقى قارت الكومنت من هنا وقالت لي لا انت تعمليلي الاكل اللي انا بحبه طب انت عايزة ايه اختاري اكلة سهلة سريعة ده انا نزلة ومش عارف لا هو بامية بامية انا عندي من عشاء البامية يعني بصراحة بتحب البامية جدا فخلق بقينا في امر واقع يعني ماينفعش بقى خلاص احنا حطينا الايه الجمل اصادي الجمال هتعملي ولا مش هتعملي فقلت لها لا هعمل اه ومفيش مفر مفيش مفر عملت البامية وسمعت كلامكم امبرح بجد الكومنتات بتاعتكم جميلة جدا تسلموا لي على زقكم وتقدركم وربنا ينجح لكم ولكم ويرزق كل مشتاء بالزررية الصالحة امين يا رب العالمين حطيت الميا على الرز وطبعا كنت حطيت الملح واسبتهم بقى كده على النار البامية اخدت غلوة رفعتها بس من على النار شوية عشان استغلي بس الايه الوقت واعمل شوية بتنجن مخلل شايف الموعين شايفه شايف الموعين شايفه هنعمل ايه في الموعين ديجات هنخسلها دلوقت هنخسلها بسرعة ان شاء الله بازن الله مش تاخد منينا وقت صليتي على الرسول طب يلا بسرعة صلي على الرسول علي افضل الصلاة والسلام بتنسيش تحط الاشتراك بتاعك لو اول مرة تتفرج علي وطبعا تحط اللايك زي كل يوم اللايك بتاعك دوت اللي بيحمسني كده ويشجعني ولا الكومنت بتاعك اللي بينورني طول الوقت قدي ايه ببقى قاعدة كسلانة ومخنوقة ومش طيقة نفسي ويجي لي بقى ايه كومنت حلو كده يديني طاقة ايجابية الله 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 على الكومنتات بتاعكم الجميلة اللي زي العسل عايزة اتفق معاكم اتفاق كده حلم نختار كل يوم اكتر عشر كومنتات حلوين واقول اساميهم ونقرأ الكومنتات مع بعض هنا في القانون ايه رأيكم في الفكرة الحلوة دي لو عجبتكم الفكرة دي ننفذها من النهاردة على طول وانا عندي كلمتي النهاردة يعني النهاردة هستنى اكتر عشر كومنتات حلوين حلوين ها فيهم طاقة ايجابية كده كلام حلو تعارفين كلام الستات اللي هو ايه الحلو الجميل دوت اللي هو ايه بيحل القاعدة ايه هو ده انا هستنى الكومنتات بتاعكم دي ايه ها هاخد اكتر عشر كومنتات حلوين وننزلهم مع بعض بكرة في روتين بكرة ونتكلم ونحط الكومنتات على الشاشة وكلنا نشجع بعض واللي مش هتلاقي الكومنت بتاعها مكتوب النهاردة يبقى في الحلقة الجاية او الروتيني اللي جاية هتكتب كومنت اقوى من الروتيني اللي كانت كتبه او من الكومنت اللي كانت كتبه وهينزل في الروتيني اللي بعدي هنمشي تدريجيا كده مع بعض لحد ما ايه كلنا نعرف بعضينا وكمان الكومنتات بتاعكم كده تطلع على الشاشة وانا عارفة ادي ايه في ناس كتير او بتفرح من الموضوع ده ربنا يفرحكم جميعا امين يا رب العالمين طبعا شوية الموعين دول في موعين بيتة من مبارح مش هتحك عليكم وقولكم لا المطبخ او الحوت كان بريمو لا كان في موعين بيتة من مبارح وكم طبق كده كانوا عندي في التلاجة مطرح مغسلت الخضول لما جيت من السوق وهكذا طبعا الروتيني السوق انا لسه كنت عاملة معاكم الاسبوع اللي فات فما فيش داعي اللي احنا ايه نتكرر الموضوع تاني استغفارتي النهاردة استغفاري كتير الاستغفار حلو جدا بيخريح القلب كده ويدي تمقنينة كده ويخليك اللي انت حاسة كده اللي انت عايشة في امين اللي انت تمام من جواكي عاودي نفسك اللي انت ما تبقاش منافقة ابدا كلمة الحق تتقال حساتي اللي كلمة الحق دي او حساتي اللي انت ممكن تقولي كلمة تزعالي بيها اللي حواليك او تضايق بيها اللي حواليك احتفظ بيها نفسك خليك كده طول الوقت اللي انت عايشة لكي والربنا بس ملكش دعاوة بكلام الناس كلام الناس ولا بيقدم ولا بياخر اغنية دي صح؟ انا مش فاكرة هي من اللي بيغنيها بس هي اغنية المهم والناس في الاول وفي الاخر بيتكلموا فانت لو عملت سوء بيتكلموا لو عملت خير برضو بيتكلموا فانت خليك تقولي الوقت مع ربنا خليك تقولي الوقت واسقة من نفسك واسقة من كل حاجة بتعمليها انا تمام وزي الفل اللي عايز يتكلم يتكلم اللي عايز يقول يقول اللي عايز يعمل اي حاجة يعمل انا بتحامى في ربنا ربنا قادر ياخد لك حقك من كل حد ظلمك ربنا قادر يحقق المعجزات عارفين هقولكم على كلمة بسيطة جدا انا اكتشفت حاجة غريبة جدا انا اكتشفت اللي كان فيه ناس بيتكلمني علشان انا كنت ساكنة في السيدة عيش ولما بدأت اللي انا اعزل واروح مكان تاني الناس دي قطعت علاقتها بي من غير اي سبب خالص من غير اي حتى سوق فهم او مثلا ممكن تقولي حسن مش هقولك حسن اختيار لا لا ما عندهم مش حسن اختيار خالي فاحنا بقينا كده بقينا بنعرف الناس على حسب المكان الادة دي تلعت بقى المقطم يبقى مستواها هيعلى يبقى لا 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 يبقى هتعلى اكتر مننا لا احنا نقطع الادة هو فيه تفكير كده انا بصراحة كنت في حالة زهول والله العظيم بقيت هو احنا كده هو احنا بنفكر كده فيه ناس مريضة لدرجة اللي هي وممكن تفكر كده تو عندكم الناس دي تفحياتكم ولا انا عندي بس ردوا علي في الكومنتات بلع عليكم طمنوني كده طمنوني حاسسوني اللي انا عايشة عايشة الواقع مش عايشة حاجة خيالية انا اللي بتخيلها الوحدي حسيت فعلا ايه يا جماعة في ايه ما كلنا ولاد تسعة كلنا عايشين مع بعضينا عمري ما اتكبرت على حد عمري ما اتعاليت على حد عمري مع وقت لساني على حد وتحت كلمة عوج اللسان ديت مليون خط بس هو فعلا النفوس المريضة ديت وصلت بيها لزمن لكده بجد بقيت في حالة زهول جدا حاسة اللي في حاجة غلط حاسة اللي العالم تغير حاسة اللي ولا انا اللي طيبة زيادة عن اللزوم وعبيطة زيادة عن اللزوم ولا ايه لا حول ولا كوة اقلب اللي عارفين مش زعلانة على قلة الناس او او مش بكترهم والله تي ممكن يكون معاك شخص واحد او شخصية واحدة تخليك كفيلة اللي انت مش عايزة تكلمي حد تاني بس انا مش زعلانة على كده انا زعلانة على النفوس المريضة اللي هي بقت تقدر الناس بالمكان اللي سكن بي بقت تقدر الناس اه بكده انا ممكن اكون سكنة في مكان بس بصرف فلوس كتير ممكن اكون سكنة في مكان هاي جدا زي مثلا ممكن نقول مدانتي بس مش لاي اكل صح ولا ايه صح اللي انا بقول ولا ايه فمش بتتقاس كده والله بتتقاس باللي هو ايه الاحترام الاخلاق التيبة لكن عمرها ما تقاسك كده الحاجات اللي احنا بنسمعها دي حاجات جديدة علينا يعني ربنا يهدي كل واحد امين يا رب العالمين اه ويصلح لكم حالكم ويرضيكم وكده يرزقكم السطر والسحة وراح تلبي النهاردة 12 رسول الكعدة بكرة 13 و14 و15 يعني بكرة في سيوم بفكرك همني النهاردة علشان خاطر تخلي بالك علشان تتصحري النهاردة بالليل وتصومي بكرة باذن الله بس عندي بس معلومة صغيرة كده عايزة اعرفها منكم انتو اهل الخبرة بقى يردوا علي طبعا بكرة الجمعة 13 السبت 14 الحد 15 احنا هنصومي الثلاث يام دول تمام المفروض اللي احنا اصلا بنصومي 2 و5 هل ينفع اصوم يوم الاثنين ولا علشان خاطر كان قابليه يوم سيوم ما ينفعش ياريت تردوا علي في حاجة زي كده لاني بصراحة مش عايزة افتي او اقول حاجة معرفهاش وخايفة تبقى حاجة غلط يعني خايفة يبقى فيه انه في الموضوع فلو ينفع ردوا علي بالله عليكم علشان لو كده كمل السيوم واسوم يوم الاثنين ويبقى الثلاث والاربع فاصل ونرجع نسوم الخميس ان شاء الله باذن الله ربنا يجعل ايامكم كلها خير وبركة هنا كان البتنجان خلاص اتحمر معي طبعا انت نستيها وقفت تخسلي معي الموعين وترغي معي شوية وانسينا البتنجان علون لكن ايه على مين انا ما نستهوش حمرت كمان شوية فلفل قلت اخلص الملوخية بسرعة علشان خاطر بقى ايه انجز وقتي كده وانزل بسرعة وارجع ارجع والحق ارجع مش ارجع ارجع لأ الحق ارجع ان شاء الله باذن الله طبعا انا مش هعمل الملوخية دلوقتي انا هعملها لما ارجع بس قلت ازبطها وتبقى جاهزة معي هنا زبطت بقى كل حاجة لميت كمان البواء اللي هي وقعت مني مطرح ما زبطت الملوخية ومساحت الرخمة كويس جدا والدنيا تمام وميت فل وعشر كمان خللت شوية البتنجان وانا وقفت قلت اعمل هنا شوية لسان عصفور بسرعة بسرعة ومش هيخذه من هنا وقت ان شاء الله وبالفعل بقى عملت شوية لسان عصفور يا سلام والله العظيم يستهلوا بقى حاجة كده طعمها زي العسل اسمعي بس مني اوعد تساوي لسان العصفور على النار انت يا دوب بس تحطي الشربة لو الشربة سخنة اطفي النار على طول لو الشربة برده سيبيها تاخد غلوة اول غلوة كده وتروح يطفي على طول هنا كمان البامية كانت خلص خلصت معايا قلت املحها بقى بالمرة بص انا طفيت النار ازاي خلص كده لسان العصفور بالنسبالي انا استوى هحط بقى اللحمة هنا في في اسمعي ايه في البامية بس كتعة اللحمة كبيرة فانا هقطعها نصين طبعا بالمقاصة اسهل حاجة لو بالسكينة هتلاقيها ايه ما بقتش حلوة مش لطيفة يعني لازم تجيبي بلانشة وتقطعيها والكلام ده الحتة اللي هلاقيها كبيرة هروح قطعها نصين انا هحط في البامية لحمة على قد الغدر بتاعي النهاردة والباقي ده نعمل باكلة تانية ان شاء الله بازن الله بعد ما خلصت بقى البامية وزبطت كل حاجة لقيت يوسف داخل يقول لي هو انت عاملة اكل ايه قلت له عاملة بامية قل لي ايه ده انا كنت عايز صنيت بطاطس طب انا انا ايش عرفني اللي انت عايز صنيت بطاطس يقول لي لاي المفروض يا ماما تكوني عارفة طب انا عارف بشم على دهر ايدي يعني ولا ايه انا مش فاهمة برضو رس بكرا نعمل احلى صنيت بطاطس ليوسف ولا انتم عندكم اعتراض هنا حطيت بقى التوابل حطيت ملح وفلفل اسود وحوالي كده على طرف المعلقة الثغيرة شوية من سبع البهرات بس بقى خللت البتنجان بسرعة وما خدش وقت مني خالص الحمد لله تعالي بقى نزبط مع بعض هنا لان خلاص ده فاضل كده على معايد الجلسة فاضل تقريبا كده تلت ساعة فنلحق نلبس وننزل وننتكل على الله بسرعة طبعا الملوخية انا مش هعملها دلوقتي انا طفيت على البامية وطفيت على الرز وطفيت كمان على الشربة اللحمة وشربة لسان العصفور هغلف كده طبق الملوخية بالستريتش راب ولما ارجع هعملها وكمان هغلف اللهم صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام البتنجان برضو بالستريتش راب الطوصة دي حط فيها كده شوية طوم بما اني كنت انطلع الطوم عشان خاطر البتنجان المخلل فقلت خليني اخد شوية طوم كده وعمل الطوشة بتاعت الملوخية انا كنت هعمل الطوشة وهعمل الملوخية قبل منزل بعتقلت لأخليني لما ارجع تبقى سوحنا كده وحلو جيت اقفلها بالستريتش راب منفعش فغطتها بالطبق ده كده الاكل تعالى ورهولك قبل منزل الرز استوى الشربة لسان العصفور البامية كمام واللحمة تمام بس كده نتفي بقى الانوار وخلاص على كده الحمد لله قد ايه كنت بعمل الاجل بسرعة جدا يعني حصل انا يعني اعرفيني لو لسه راجع من الشغلة ومستعجلة فبعمل الاجل بسرعة هنا بقى كنت لبست خلاص وموكة كمان منا ربنا يبرك لها كانت لبستها وصرحت لها شعرها ويلا بينا ننزل بقى نروح ونرجع بسرعة هنا بقى كان اصلا احنا لما رحنا انا قلت لها ما تسنديش على التسلم عشان ممكن يكون فيه تراب فهي سمعة الكلام يعني لما رحنا كان الجو كويس جدا عادنا جوه الجلسة عادنا ساعة من اربعة لخمسة عادنا ساعة كاملة لما خرقت بقى ولا تقريبا من اثنين لثلاثة لا انا مش فاكرا الوقت او والله بس دو يعني ايه كان في الوقت دوات كده اللي هو كان لسه النهار طولة اللهم صل على النبي الجو كان حلو جدا وحنا رايحين كان فيه شوية عفار بسيط بس لما جينا نخرج بقى الجو بقى بشع حاجة كده في المقطم سيئة خالص والنطرة كمان كانت بتنطر سبحان الله يعني الجو كان وحنا رايحين كان تمام لما جينا رجعنا الجو بقى حاجة تانية خالص سبحان الله والحمد لله على كل حال هنا بقى خلاص ركبنا ورايحين بقى كده خلاص احنا قربنا كده احنا كده داخلين على اول المقطم كان فيه محل بيبيع استلس في اول المقطم بقيت في حالة زهول لما شفت اللي استلس والعمارة بتتهد محل اللي استلس دوت انا مش فاكرا كان اسمه ايه بس هو في اول طلعت المقطم اول ما تلفك قبل ما تلفك كده عند المسجد اللي هو الابيض ده اه حتى انتم ممكن تشوفو في الكاميرا دلوقتي البندوزر طالع فوق العمارة طب انتم طلعتوه فوق العمارة ازاي يعني شايفينه ناحية الشمال ده بصوا اتنين بندوزر فوق العمارة لما كنا رايحين من يومين كانت العمارة لسه زي ما هي والبندوزر في ايه دلوقتي وصلوا للدور الثاني يعني هدوا نص العمارة اه هنا كان بيت الحمد فهننزل ندخل العيادة يعني وبعد كده ايه نروح طبعا هنا بعد ما روحت بقى عايزة اقول لكم الاتصالات بقى كل شوية يا ماما انت جاية امتى احنا جاانين يا ماما ده بناكل عبال ما انت تيجي طب قولوا لا انت لسه ما خلصتش الاكل اكل ايه يا ولادي خلاص مش لازم ملوخية عارفين اللي هو ايه اه عايزيني وخلاص يعني فالماما اول ما روحت طبعا معرفتش اصور معاكم معلش حقكم علي بس الطاشة هنعمل الملوخية ونحط عليها طاشة وكمان البمية نحط عليها شوية الطاشة وخلاص على كده ده اكل النهاردة ربنا يديمه علينا نعمة اللهم امين وسلام عليكم